بسم الله سواء انت شغال بما او كان او شغال بالورق او شغال بالحرابة التيشي ببقى فيه خطوات او استيش لما شغال شغال بيها اللي هو مثلا بريبيرنج ديزاين اسكماتيك ديزاين لتيل ديزاين ففي كل مرحلة من مرحلة ديت ايه اللي هنعملوه لو احنا نشغالين بمم اولا اول مرحلة عندي اللي هي البريبيرنج ان كونسيبشوال ديزاين ده ما حاجة بالنسبالي ان انا افهم العميل عايزيه والعميل اللي يفهم ايه اللي انا هقدمه له محس بانلوصالشي الاخر المشروع وفي الاخر هو متوقع حاجة وانا في اطباع دماغي حاجة ثانية فاول حاجة بالنسبالي اللي هو العميل ايه المطلبات بتاعت بضوعة اطبعية ومنكتب ورقة كده طب ايه اللي ممكن اندهولك وانده ممكن منتظر مني ايه اللي هي الريكواربنت بتاعت العميل وبعد كده بنعمل بيم اكستوشن بلاي ده الكلام ده فهل وحضرها اللي فاتت بنوعد مع بعض وبالتفصيل ايه الحاجات اللي انا هتسلمها وايه المين فرين العمل اللي شغال في المشروع وايه السوفت وير الموجود في المشروع وايه الابتداد اللي انا هتسلمها يعني هتسلمه مثلا بدي اف وكاد ولا بدي اف وهتسلمه البلف البيب سري دي ولا سلم له اي اف سي وخلاص يعني بنبدأ نتفع مع بعض ايه الحاجات اللي احنا هنشهر عليه وبمعي بجهز اللي هو سايت موديل الموقع العام عن طريق النقاط نعمل الموقع العام وبنعمل نعمل مجرد بس شكل المبنى هيبقى عمل ازاي شكل المبنى هنخليه دورية قورة هيلف ازاي الشكل ده بدي اتفع معاه والرهول اللي نعمل بحيس بياتتفعنا على الشكل مجرد بس دي دي مرحلة مبدئية وبعد كان بندخل في مرحلة اسكماتيك ديزاين بنبدأ بقى نعمل الموديل المبداي ونبدأ نعمل الموديل مبداي وبنعمل كل الاخصائب بتعمل الموديل مبداي مع ماري وانشاء وكهروميكانيكل وكل حاجة ومجرد بس حاجات مبداية ما بنحطش كل حاجة مجرد بس بنحط مثلا المكان اساسي بعمل ازاي بنبدأ نشوفه هيخبط مع ايه ومشيخبط مع ايه الحسابات كل حاجات دي ده الاسكماتيك ديزاين بقى ندخل على مرحلة تانية اللي هي الديتيل ديزاين يبدأ بقى نحط كل التفاصيل اللي احنا عايزينها كل اقسام بتبدأ تحط المعلومات اللي اعزها في قلب الموديل بنعمل كاشي تكشم بنا ونبدأ نحل المشاكل كلها ونطلع بقى ايه تندار دو كومنت بقى مرحلة الكولستركشن البناء بقى اغلب المرحلة دي بتبقى رف ايه ومشاكل وحلولها ولو في ايه مشاكل واجهته المثنين التنفيذ فبنبدأ في رف ايه في حاجة مشواضحة وحاجة مشواضحة مش مفهومة وبعد كده خلصنا المراحل بتاعنا والموديل بنده المالك يقدر بقى هو بعد كده بنتيجي مرحلة اسمها الاسبلت ده هو بيرفع الموقع ويبدأ يقارم بين اللوحة اللي عندنا والاسبلت هل في اختلاف اسنان التنفيذ ودلوقتي الناس كلها بقى تشغل بالليزر سكان بيجيب المكنة اللي هي الليزر سكان نحطها تعمل له موديل سري دي للي تنفيذ ويبدأ يقارم نشوف اذا كان في اختلاف ولا وبعد كده الموديل دوت لما يعدله على اخر اسبلت يشغل بيه على في الفسادة منجمت يقدر يدير بيه المشروع يبقى كده هاي مخطوات بالنسبالي ان انا افهم العميل عايزه ان انا اعمل بيمكستوشن بلان لو اي مشاكل في الفهم يبقى كل اللي جاهدة هيبقى مشاكل لو بيمكستوشن بلان هتحصل بشكل بعد كده لان البيمكستوشن بلان هنرجع لها كل شوية يعني لو اختلافنا لا ده مفروض يحصل كازة ده الموديل ده بتعمين يبقى بنرجع البيمكستوشن بلان وبعد كده نعمل مجرد شكل مبدئي الماسنج كتلة فراغية بدون الوار بدون اي تفاصيل لحد ما نتفق عليها يبقى انا اعدي كده التوبغرافي و البرو بارتي و البوندري لاين دوت هستضمه عشان اعمل الاكسستنج سايت متاعي و عامل سايت 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 سادي و عمله تحليل أدلايز وبكده الموقع بتاعي جاهز و معروف ايه الشكل بتاعي بحيس ابدأ اعمل الماسنج متاعي الماسنج متاعي بعد كده بستخدمه ان انا اعمل اول حاجة باوريلي العميل بتاكد ان هو ده شكل انا عايزه بدرس في الاريا والفوليوم وحسبهم بدرس ايه الديزاين الالترنتف الحاجات البدائل يعني ممكن اخلي مثلا لو جبت كده شوية وغيرت شوية حاجات هيوفرلي في الطاقة بعد كده بيبقى عند كده دراسة للجدوة بيبدأ شوف هيبقى صادق البيئة هيبقى سسترابيلتي هيوفرلي قد ايه طب ايه الاشكال اللي موجودة اللي ممكن تعجب الناس الشكل اللي هيبقى مناسب للمباني البتائلي ها ن romance لازم احترم البيئة اللي موجودة فلاازم المباني بتاعي يكون ايه محترمن البيئة الطبيعية اللي ربنا اخ show ومحترم المباني اللي حوليه الا اذا كت المباني اللي حوليه شزة عن المكان أو محترمذش المكان اصلا فساعتها ممكن اتجاهلها وبقى صديق للبيئة الطبيعية وصديق لللمباني اللي احترمت البيئة و كلنا نبقى قطلة واحد و بعد ذلك نبدأ بقى نعمل 3D image و نبدأ نشوف الشكل و نضبط الفيزيوريليزيشن و ورره الاميل كده كم صورة كده حلوية او رهم له 3D او رهم له فيديو نبدأ شوف الشكل والحاجات اللي احنا عملنا الكنسبشوال المسجي بكم لأسفاد منه بايه بكم لأسفاد منه ان انا احدد الشكل بتاع البابنا حدود الممنى حدود الزون الغرف الارتفاعات زي الليفل الاوبريج لو في فويد ممكن اعمل تحليل الشبس والزلال ممكن اعمل دراسة لكل حاجة انا عايزة في المبدأ حتى اوكل الشكل داي كل معمول بسعى عسكتش اقبع السريع ودخله جوا البراجر اللي شغل عليه بيب وابدأ ازبط فيه لو في اي تعديلات عايزة اعملها وبعد كده بقى ممكن بعد كده ابدأ اعمل جيدارك بلدنج كومبولات ده في مرحلة طبعا الاسكوباتيك وبعد اسكوباتيك ممكن اعمل الجيدارك بلدنج كومبولات خلينا دلوقتي نركز على المعماري وبعد كاف مرة تانية ممكن اتكلم على اي بي 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 ومرة تانية اتكلم على الستراشر هبدأ ازبط ايه ازبط مثلا الجيدارك بلدنج كومبولات زي الوول الكولوم الاسلاب الفلور الدور الويدو الروف الستيركيس السيليج الفيكشر طبعا السيليج جمهبي جدا عشان الابي بي بي يقدر حط المخارج بتاحته سواء هوا سواء سواء اللايتنج سواء فايرفايتنج الاسبريكولر ممكن احط معي الفيكتشر بلدنج فكتشر بحيس بعد كده البلدنج بشيء بشيء احط معي الفيكتشر بتاعتي ممكن الفيكتشر يعني ابعت الموديل للاي بي بي وانا اقول اعمل الفيكتشر بتاعتي براحتي بحيس ان احنا نكسب وقت وبعد كده بقى ابدأ اعمل البلدنج كوانتتي تكادول بحيس ان اعمل اعمل البلدنج لتكلفة المشروع هتبقت دي ايه ابعرف كل حاجة تكلفت دي ايه ابدأ بالسبيس والاريا بتاعت الغرف بتاعتي لو في اي استراكشر كولوم دي حاجة اسمها نامي استراكشر حاجة مش واقعية بس يعني البعباركة الانشاكة كده يخدها يعدل فيها يعني انا بحط عمود مش بيقى معدر حقيقية وبعد كده هو الانشاكة بيبدأ شوف ايه اعمل البلدنج حقيقية تبقى عندي ايه بحطنا طبقة فلور مثلا انشائي ببقس اي بقس وبعد كده الانشاكة يشوف ويكبرها يتخارها زي ما هو عايز في حاجات ام بي اي بي بي بحطها عندي ببقى بس ايه ان انا بمسلا ممكن احط الارتربيدال اضبط امكينها وبعد كده الام بي اي بي 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 سحابها بنعدي وهو يكمل هو شغل عليها في المرحلة التل ديزاين بيبدأ نحو التفاصيل اكتر بيبدأ نعمل ونبدأ نشوف المشاكل بين الاقسام المعمارة بيبدأ شوفها الاول مع نفسه ويشاب مع نفسه بقرار مكانيكا مع نفسه وبعد كده كل قسم بقى بيبدأ يشوف المشاكل بينه وبين الاقسام التانية حال كلاشات زي ما بتتفقوا مع بعض ممكن يبقى مرة كل اسبوع نسؤول عن الكلاشات يبدأ يبعت ريبورت لكل قسم يقوله دي المشاكل ديت حلها من ناحية المفروض تبقى معماري او انشائي او كهروميكانيكل يعني مثلا لو فيه مثلا المعماري حاطت كنبة مكان عمود طب من لي حرك؟ الانشائي حرك العمود ولا حسب الشخصية ممكن المعماري شخصية قوية يقولك لا حرك العمود ولا حركة كنبة ممكن الكهروميكانيكل يبدأ يشوف ايه الكلاشات اللي بوجودة تحل ديت المعماري او انشائي او كهروميكانيكل كل ما تبقى بتكتشف المشاكل البادري وتحلها كل ما ده هيسهل عليك في اخر مشروع تلاقي ما فيش مشاكل كتيرة تلاقي الموضوع بسيط وسهل ان هو يتحل ده بالنسبة لنبزة سريعة للمعماري بالشغل ازاي وترتيب الشغل في ازاي نروح بقى الانشائي هباية ابنتوا انشائي ومدني هما اغلى الناس يعني حب الناس لينا واغلى الناس احصائيا عام في العالم وعلى مستوى مصر هتلاقي ان اغلب الاسرياء هما مهندسين المدني ومسلا هتلاقي احمد عيز وسويرس وناس كتيرة في مصر يعني لو عملتك واما باغنى عشرة في اي دولة غالبا بقى مهندس مدني تمام فلازم نتعمل بيهم شوية عشان ايه يعني يتبصوا بنا طيب لو احنا قلنا في كل مرحلة مفروض المهندس المدني او الانشائي هيعمل ايه لو قلنا مثلا في مرحلة البربيرنج اند كونسبشوال دزاين هو بيبدأ يعمل دراسة دراسة للموضوع لحد ما المعمار يخلص الموديل فهو مثلا بيعمل السويل بروفايل بتاع التربة والفونديشن اوبشن الماتيريال اللي هنستخدمها ويجهز الماتيريال ومسلا او عايز يديها رمزة او اي حاجات ده يجهزها الكنستركشن مثل هتشغل بأني طريقة البركاست ولا البريفابر ولا بيبدأ يشوف ايه الطريقة اللي هتشغل بيها الديزاين كود هتشغل بأني كود الاسي اي ولا البريتش بي اس يعني بيبدأ يشوف يضبط الوراق بتاعه والملفات بتاعته على ما المعمار يبعت له الموديل ندخل بقى في مرحلة السيكماتيك ديزاين فهو بيبدأ يعمل موديل مبدئي محتمد على الارتكشار مسنج المعماري الموديل بتاع المعماري هو لسه في مرحلة بسيطة فهو بيبدأ يعمل موديل بناء على اللي المعمار عمله الديزاين كرتيريا بيبدأ يجهزها بيبدأ يجهز يشوف يعمل كاز التصميم بحسي قرن بينه وشوف اني اللي هيمشي احسن يعني مثلا ممكن يعمل مثلا نظام محتمد على العميدة القاميرات يبدأ يشوف هل دي هتبقى كويسة ولا فهم مشاكل بيعمل الانالاتيك موديل برضو مبدئي مفيش معلومات كافية انه يعمل حاجة خلصانة بس هو بيعمل حاجة مبدئيا بيعمل برضو دزاين كوردينيشن يبدأ يشوف هل في مشاكل بين المعمار والانشائي حاجة مبدئيا برضو بيعمل برضو استيمياتينج كوست بتكدير التكلفة لشغل الانشائي ده هيبقى دي ده في مرحلة الاسكماتيك لو خلاص خلاص موافقة بنتهي المرحلة بعد كده اللي هي الديتيل ديزاين يبقى فيه موديل نبدأ بقى نعمل موديل كامل خلصان في كل التفاصيل في كل اللوح اللي احنا عايزينها الانالاتيك النهائي بنعمل نعمل تقارير بالفاليديشن بنعمل كوست استيمياتينج دقيق وفيه التفاصيل تباديلها اللي جاهزة في مرحلة الكونستراكشن بيبقى فيه طبعا نقارف اي بنبدأ نحاول نشوف اي المشاكل نحاول نحلها فيه تقارير بنبدأ نشوف اي المشاكل نحاول نحلها فيه تقارير بنبدأ نشوفها مع بعض اي حاجة الموقع بيحتاجها بنبدأ نبعتها له في مرحلة الاسبلت لو هو مثلا هو بيبدأ يعمل ليزار سكان نشوف اي المشاكل اللي موجودة فاحنا بنتأكد معاه هل هي السيرفي ده تم مضبوطة ولا لا ونبدأ نقارن بحس لو فيه حاجة فيها اختلافات بنبدأ نعدلها وبعد جاء في الفلسلات المانجمينت هو مع الموديل لو فيه اي حاجة عايزة تتعدل او الموقع تتعدل بيعدلها في الموديل هو بحس يبقى مع الموديل نهائي بحس لو حصل اي مشكلة يبدأ يستعين بالموديل الموجود ان هو يحاول يحلها فلو احنا مساكنا كده المرحلة الكونسبت زين دي المرحلة الاسسية فلازم تكون موضوع اللي عارفين من المالك ايه بيفكر في ايه الهدف اللي احنا نفسنا الهدف بتاعتنا هنعمل ايه ايه الحاجة اللي نقصونا لو فيه موديل قديم او فيه مشروع احنا شغلنا فيه وحاسين ان هو قريب منه ممكن ناخد منه بعض الحاجات نحطها فيه التنبلب بتاعتنا والتنبلب بيبقى مخصص وفيه حاجات ايه الحاجات الاسسية فممكن تكون فيه حاجات مش موجودة بس موجودة في مشروع عبل كده تمام يعني مسلا ممكن يكون ايه في بعض الجدول بتاعت الماتيريال بمتقاش في كل مشروع بس احنا نحتاجه في المشروع دوت وحنا عملناه في مشروع عبل كده فبناخد الحاجات اللي هتفيدنا في مرحلة الاسكماتيك ديزاين بنبدأ نحدد الاحمال بتاعتنا للاحمال الموجودة في المشروع بنحدد مسلا المكان متاع المكانيكا المكان متاع الكهرباء لو فيه اي حاجات معمولة في المعماري ومسلا هتشوف الاحمال بتاعتها هتبقى عملها ازاي كل الحاجات دي تقريبيا مش 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 بالزبط بنعتمد نشوف ايه الموديل خلصان دلوقتي في معماريا والم اي بي ممكن ما يبعت لناش موديل بس بيبعت لنا الاكسيل فيه مسلا المكان فلانا هيبى فيه مسلا حاجات ايه مسلا المكان الموجودة وبنعمل فونديشن ايليمنت زي مسلا البيلس الايزوليت فوتينج الريتنج والسلاب الرافت فونديشن السويل ونبدأ نجهازها في الموديل برضو دي حاجات اسكماتيك باش حاجات نهائية بس بنحاول نزبطها بنشوف هنحل مشاكل لو الارضية باش مستوية بنحلها ازاي بنعمل زين اوبجيكت لايبيروري تبقى معنا بحيس الحاجات اللي حممكن هنستخدمها في المشروع لو فيه اي اشكال بريكاست او بوست انشان تبقى موجودة برضو معنا بنشوف الحاجات اللي هي مثلا structure column structure grades لو انت هتعدل الحاجة طبعا هنشغل على grade بتاع المعماري بس اقدر فيها انا محتاج حاجة معينة اعملها هو ابعتها له ممكن ان هتزودها مثلا structure floor ببدأ اشوف ايه الحاجات اللي هتعمل structure wall الحاجات دي بيبقى المعماري عاملها بس ممكن يكون انا عمدي تعديل عليها او على الماز بتاعها ال beam, the bios, the bios, the bios cap الحاجات بتاع syphel defense بعملها برضو بنعمل انا نالتك موديل structure model اللي عندنا في بحاجة برضو الاعمدة انا بفضل انها تبقى كل دور لوحدها فش حد نعمل column من الارضي الاخر خالص لا كل دور لوحده وده بيحل مشاكل بنواجهها بعد كده مثلا ان انت عايز بتعمل مثلا عايز تعدل المقاسات فبدل ما تقعد تقسمهم تاني لا بحسي بابرحتك ممكن تبقى تحت القاعدة كبيرة وبعد كده صغر زي ما انت عايز حسب الاحمال بتاعتك وبرضو هتواجه يعني ده هيحل مشكلة في النفس workers او في اي بناوك بيعمل بعض الرابع انه بدلا ما هو كان بيعمل بتواجه مشكلة انه عايز يزور دور دور الانشاء بتاعه وابد كاده عامدة بتاعت كد قبل اوقتуда حسنا بيلا هو وهذا ارتبط لفع فتحرج ان انا ادخل اسمها وفي بعض الادنس بتفيد ان انا اقسم الكولوم بس هو الصح يعني ان انا اعمل كل كولوم يعني اعمل كل متعددور اولين وبتأخذ كوبيبست لجميع الادوار هتسهل على شوية طيب لما بخلص بقى مرحلة الاسكماتيك وخدت الموافقة بدخل بقى في مرحلة الديتيل دزاين ستيج بنبدأ نعمل بقى الستركشور موديل بتفاصيل اكتر مثلا الارث ريتينينج استركشور بنعمله كل الحالة اللي فاتت بدخلها تفاصيل اكتر وفي بعض العنصر اللي ممكن ان اشتعاملت قبل كده بابدأ احطها اللوح بتحت بابدأ احط بقى التفاصيل بتاعتها مثلا محتاج ان انا اعمل الربار كونيكشن وبعمل الربار سكادول فور بيم وكولوم والاسلاب بابدأ اثبت كل الحاجات اللي انا هسلمها في الاخر لو في اي حاجة ما كانتش معمولة قبل كده بابدأ احطها معايا في التسليمة موضوع الربار طبعا هو بتعمل كالصريقة في البرنامج نفسه ببقى فيه بعض الادوات لو انت عايزت حاجات ادنس بستطاوها بتعمل لك الربار في بعض البرانج طبعا متخصصة في انها تعمل الموضوع دوت ممكن ان انت تبدأ تتفكر كده طب انت ممكن اصلا من الاول خالص تكتب في العقد ان انا هعملوها كتو دي في بعض اللوح باش هحط التبصيل كلها في الموضوع عشان ما يتقلش او انا مثلا هاخد سكاشن وفي السكاشن دي بس هي اللي هعمل فيها ريبار يعني المشروع كله مفهوش ريبار بس هاخد سكاشن في بعض الاماكن احط فيها الربار بتاعتي ااا وممكن بعد اكتبت موضوع حاصر انت بعرف مثلا ان الربار دي يحطه في العمود بالشكل الفلاني فهتبدأ تدرب عدد الاعمال دي في الربار الموجود فيها الفكرة ان acknowledged تسهل عناسك احساس ما تعدش وقت كتير في حاجة معينة في بعض العنصر بيكون مش ااسس ايا في ان انا حطها احاول اشيلها من العلقية لو فهي مش هتعمل مشكل. بعمل بقى ممكن اشوف ايه الحاجات مثلا اللي انا محتاج ان انا اخدها من القهروميكانيكال اقول لهم مسلا عايز التفاصيل ايه الحاجات اللي انت عايزينها. لو في اوبنينج هم محتاجينها مثلا في اكتريكال او ميكانيكال او بلامينج بيديني الاماكن بتاعتها وبيديني المساحة بتاعتها بحيس ان انا عملها له سواء في الفلور او في الوول زي ما هو عايز. ونبدأ ان يعني تشوف ينفع ولا ما ينفعشي. مش ايه حاجة القهروميكانيكال للهالي. عايز تفاتح مثلا متر في متر وقاميرا كلها مثلا متر عشرين. لا بشوف ايه الحاجة اللي مناسبة لي ولي بشعر مشاكل وعملها. وبعد كده ببدو اطلع اللوحة بتاعتي مثلا جنرال اسمبلر زي فلور بلان الفيشن سيكشن. السكادولات بيم كولوم سلاب وهكذا. الديتيل درومنج الكنيكشن والربار. الكالكوليشن الربورت. فانديشن دزاين. جلوبال فريم انالايز. المانوال الكالكوليشن. الكنيكشن. الكنيكشن دزاين. الربور وستيل جوينت. كل حاجات دي بابدأ اطلعها. اللوح برضو بتاع السيفل ديفينس. يعني نفس التسليمات اللي كنت بتسلمها بالطرق القديمة هي بابدأ اسلمها بالبيم طبعا بتبقى معلومات اضاق. ويبقى التعديل فيها اسهل. في حاجات اري بخدها بعمل الكولبريشن بينه وبين المعماري. يعني هو بديني بعض الحاجات. وانا بابدأ اخرج اوتبوت من عندي بعض الحاجات من الموضل بتاعي. يعني هو مسلا بيديني الاستراكشار في لول. ا 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 دين ا ا ا ا ا ا ا ا ا فأنا ببدأ أشوف الـ structure beam بتاعي بحيث ان ما بقاش الـ beam بتاعي او الـ slab نازل تحت الـ ceiling هو بيديني الـ wall position انا ببدأ اعمل الـ structure wall هو ممكن يديني الـ cladding فأنا اعمل الـ structure connection هو بيديني مثلا الـ floor opening فأنا ابدأ اشوف بقى الـ structure slab بتاعي هابدأ احط في الـ opening داية اللي هينفع او اللي مش هينفع هو مثلا بيشوف بيعمل لي رامب انا ببدأ اعمل الـ structure بتاع رامب داوت هو ممكن يعمل الـ precast او grc للفساد انا بعمل بقى الـ structure column والـ structure wall والconnection ايا دي اهم من حاجة المعمار بالدهيل ودي اهم من حاجة لنا مخرجها برضو الـ save اللي ممكن يديني مثلا الـ side plan فأنا ببدأ اشوف لو في اي تعديل عندي لما فيش تعديل خلاص هو بيديني الـ soil report فعلى اساس كده انا بعمل الـ structure foundation باخد الـ levelات مثلا وعمل earthwork volume وبعد كده بابدأ بقى مع الـ mechanical والـ electrical والـ plumbing لو الـ mechanical مثلا اداني الـ opening layout انا ببدأ اعمل تفاصيل لها وعمل الـ shake زكات الحاجات دي تنفع او لا هو بيديني مثلا مكالك الـ ventilation الـ air concentration انا ببدأ اشوف الاوزان بتاعت الـ equipment عشان نعمل لها equipment pads الاوزان برضو بستخدمها ان انا اعمل الـ structure support او الـ connection وبرضو نفس الكلام في الـ electrical هو بيديني برضو الـ الاماكن بتاعت المكن اللي يكون منت عشان نعمل بادس بتاعتها بيديني الـ cable tree انا بداي نشوف الـ cable tree والـ hunger ده سابورته هم يبقى عمل ازاي والـ plumbing برضو هو ليه فتحات كتيرة جدا سواء مسلا في الدرين فانوشوف الفتحات دي هتنفع تتعمل في الـ structure ولا في حاجات مش تنفع تتعمل بنبدأ نتعامل مع كل اقسام لو في اي حاجة مثلا تنكات مثلا عايزة تتعمل طب هده اماكن هتبقى فين هتتتعمل ازاي بعد ما بخلص الموديل ببدأ بقى اشوف هل حد مثلا عايزة يتعمل 4D time construction او 5D cost structure هو ممكن يطلب مني بعض الحاجات ممكن مثلا نكون نعمل اعمدة كازا دور نفس العمود هو عايزة اسمه فانا ببدأ اسمها له البريكاست ابدأ اجهز الحاجة بتاعتي لو عايزة تعديل عشان تناسب البريكاست دولها تجي معدنا مع ال MEP mechanical electrical equipment هنشوف ايه المراحل اللي هو هشتغل فيها وكل المرحلة عمي فيها ايه وبعد كنا نبدأ نفصل فسريعا مرحلة الاولية اللي هي preparing conceptual design ده هنا لسه بنحط المبادئ والمفاهيم فبش مطلوب منك حاجة كترة جدا كمهندس ميكانيكا ومهندس كهربا غير ان انت تبقى فاهم العميل عايز ايه بالضبط هل في حاجة صعبة انت تعملها هل في حاجة فيها مشكلة هتتعملها ازاي بتزبط ال BIM execution plan مع ال BIM manager مع بعض الاقسام بتعمل BIM concept report بتعطي فيها اسكماتيك بسيط بعض الاكواد اللي هتشغل بها ايه هي بس هيدا المطلوب مني في اول مرحلة لان لسه المعماري بيعمل الموديل بتاعه وانا مش هينفع ابدأ شغل شغل بتاعي هو لسه الموديل بش جاهز فبندخل في المرحلة بعد كده اللي هي الاسكماتيك ديزاين ببدأ انا اعمل موديل مبدئي ما فيهوش كل التفاصيل يعني ممكن احط بس المكن الاساسي اللي انا هتشغل منه مرابطه بالمعماري سحابة المعماري ببدأ الشغل عليه بعمل MAP schematic design report فيها ال design calculation بعمل بعض اللوح الاسكماتيك ديزاين يعني ممكن تلاقي اللوحة كلها ببان كله فواضي ما فيهوش مصغر بعض المكن او انا الدكتات الاساسية اللي في المشروع او كيبولتري الاساسية قوي في المشروع رابط بين الدوار حاجات بسطة جدا اللي موجودة بشرح بس ايه ايه اللي هتعمل في المشروع ده مرحلة الاسكماتيك ديزاين لو خدنا موافقة عليها بابدأ اعمل بقى detail design بدخل في التفاصيل بابدأ اعمل الدرونج بتاعتي بابدأ اعمل الموديل MAP detail design report بابدأ احط تفاصيل اللي انا عايزها The Clash Detection Detail Cost Estimating POQ ده مرحلة detail design انتهت على الخير بابدأ هو بقى يشغل في ال construction ويبقى بس لو هو عايز مني اي معلومة ببعث RFI نبدأ ان نشوف المشاكل مع بعض بعد كده مرحلة الاسبلت هو بيعمل 3D scanning وبيبدأ يشوف الموديل اللي قرنه بالحاجة اللي نعملها لو في ايه حاجة محتاجة تعديل وبعد كده الفاسيلة management بياخذ الموديل اللي هو اشتغل فيه يعني انا اعتبر في الاسبلت والفاسيلة management ما فيش حاجة اللي هي خلص خلاص المشروع كده خارج من عندي خلص طيب لو احنا كنا على مرحلة Preparating conceptual design تمام ده المرحلة الأسسية اللي احنا قلنا هنعرف ايه هي فكرة المشروع لو انا عايز اعمل استنابلة هتعمل ازاي من اللي هي الاستدامة ايه ايه الاهداف او ايه الحاجة اللي مركز عليها العميل صاحب الشركة بحس ان انا هقل له هدف بتاعته طيب في الفترة دي انا ببداي جهاز ابداي جهزها اربط بيني و بين المعميري اربط المعماري والانشائي عندي حتى لو انا مش اشتغل بس بجهز المشروع بحيث اول موال ابدأ بجهز الفيهوهات اجهز الشتات دي حاجة كده ايه خفيفة بخلي كل ده احنا همتكلم ازاي هنربط وهزاهر الشهر الموال يبقى انا اول حاجة لازم يبقى عندي بيبتن بالكويس هبدأ اربط عليه المعماري والانشائي ولود الفاميلي اللي انا ممكن اكون محتاجها بقى بشوف الطريقة اللي شغل دا عدنا هنشغل ازاي هل بقى في فولدر الناس كلها شايفانه ولا بقى في فولدر للشغل وفولدر تاني بحط فيها الموديل الاخر موديل مستقر الناس تدار اشوفه تمام يعني هو فيه فيه طريقتين في الشغل الطريقة ان كل الناس شايفة بعض او فيه طريقة ان يبقى في فولدرين فيه فولدر خاص بالكسم نفسه حتى يشوف غير بتاعه كسم نفسه ولما يحس ان الشغل دا كويس بيعمل بابلش ويحط على الفولدر التاني اللي باقية الاقسام اللي في الشركة نفسها هتقدر تشوفه خلاص تأكدنا ان الشغل دا كويس الشغل اللي هو محتاج على الفولدر اللي اسمه اي ان كان بقى بابلش او كده بابدأ احط فولدر تاني يدبعت اللي باقية الشركات التانية بابدأ افتح البروجيكت انفورميشن اكتب المعلومات اللي عندي الاسم المشروع اسم المالك المشروع دا فين عشان حاجة دا تتوفر لوقت بعد كده لما اجي اعمل الشتات لما اجي اعمل تصنبالتي هيقول للمكان فين فبدخل المعلومات اللي عندي بعمل كوب منتور للعناصر اللي تعاملت فيه عند المعماري بابدأ اعمل الفيوهات والشتات زي ما من العماري عامل بالضبط الا لو عند حاجة استثنائية وبعد كده بازبط الورك شيرينج ومين الورك سات من اللي هالشغل وبعد كده بقى حاجة زين اول ما يقول لنا اعملوا ابدأوا شغل بابدأ الشغل لو احنا نتكلم عن التمبلات انت ممكن تعمل التمبلات للقهروميكانكا او ممكن تعمل التمبلات للتكييف وتمبلات للبلامينج او ممكن تقسمهم تقسم مثلا الاسي الواحد والفي اي الواحد البلامينج تقسمه درين وووتر وفاير واريجيشن الفاير بيبقى الواحده قائم على ايه الموضوع ده تقام على حجم المشروع الاتفاق بيننا الاجهزة كل حاجات دي نبدأ نشوفها في فاميلي اساسية طبعا مثلا الفاير في الثلاث ارمائز برنكر اساسي في كل مشروع في فايرهوس كابين مثلا اساسية معنا وانت شغال ممكن تحتاج انواع تانية تبدأ تضعها طيب البروجيكت انفروميشن بتدخل المعلومات الاسية زي بروجيكت ستيتاس هل المشروع ده موجود فعلا ولا بيتطور ولا هيتعمل لسه بتسفر اسم العميل او اسم صاحب المشروع عنوان المشروع بروجيكت ادرس البروجيكت نيم بروجيكت نامبر بروجيكت لوكيشن لو في اي معلومات احنا محتاجينها بندخلها في المشروع بدخل بقى البلدنج سيرفيس اديشن داتا معلومات ممكن البلدنج بتلوها مني زي نوع السيرفيس المبنى ده هيبقى ايه وهيبقى شغال بالفي في ولا شغال بالسنجل داكت البلدنج كونستركشن البلدنج الريبورت طيب لو عندنا تقارير مطلوبة لو في اي دور هايبقى هو دور الجراوند لاني ممكن ان يكون دور كتيرة و البلدنج ببعز يعرف الجراوند بلان بحس يبدأ يشوف موضوع الزلال موضوع الارضي هتبقى فين البروجيكت فيس كل حاجات ديت تبقى كويسة لما نكون مدخلنا في الموديل على ما ندخل في المحاعد الثاني طيب ايه الحاجات اللي لازم المعمار يعملها عشان لازم يكون نعمل الجريد والفلور دوله اساسي اللي هون بلانج يبقى احتاج منه البلانج فاكتشر السلاب الول السيرفيز الرايزر عشان نبقى فاهم المشروح يبقى مش ازاي افك المشروح تمام طيب كل حاجات ديت تبقى مشروحة ازاي تعملها في اي برنامج سواء مثلا عايز تعملها على الريفت او الماجيكاد او اي برنامج ببرامج اللي هي بتشغل في الام اي بي بدنا نشوف مين اللي هي شغل في المشروع هيبقى في يعني مسلا ممكن يكون احنا شغالين في شركة واحدة بس في كزا دولة فازاي هنربط بنا وبن بعض ايه الطريقة نحن نربط بنا وبن بعض بنزبط التسميات بنزبط بنزبط الرابط بين الملفات بتاعتنا ماشي بندخل عددات بعددات 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 كل حاجات دي بتبقى جاهزة بحيس اول ما يقول لي بدأ اشتغل في الاسكماتيك يبقى خلاص الشغل بتاعنا جاهز طيب لو احنا قلنا بقى يلا خلاص خلاص خلنا ابروفل واشتغل اسكماتيك ديزاين هبدأ اشتغل حاجة الاسسية لازم يكون عندي اسكماتيك دياجرام عشان ابقى فاهم التوزيع حيبقى عامل ازاي هلا اطلع برايزر واحد يغز كل الادوار ولا هطلع برايزرين ولا كل دور هبقى مستقل بذاته فبنبدأ ندرس المشروع هيتعمل التصميم بتاعه ازاي ممكن تعمله ببرامج كاد او ببرامج بيم او تعمله بورقة او قلم المهم انها تبقى موجودة وتبقى متوفع عليها ممكن نبدأ بعد كده ان لو انت شغلت كاد هتبدأ تدخل الحاجات دي في البرنامج اللي هتشغل عليه بيم وبعد كده نبدأ نعمل الانالايز للمشروع طبعا كل حاجات دي اسكماتيك تفاصيل اصلا في المعمار اسلا مش خلصانة بس بابدأ اعمل دراسة المشروع بحيس اشوف هنحتاج ادي ايه هوا او هنحتاج ادي التبريد فبابدأ اعمل الانالايز للمبنى فيه برامج كتيرة كويسة جدا بتعمل الموضوع دهات كنا احنا عملنا السلسلة بتشرح ايه البرامج الكويسة اللي هي بتعمل الجريم بيم اللي هتلاقيه على القناة بتاع بيم ارابيا المعماري مش شغل بالروم احنا مش شغل بحاجة اسمها الاسباس فبابدأ احول الروم دي اسباس وفي بعض التولز الظريفة الخفيفة اللي بتعمل الموضوع ده تلقائي بحيس تاخد نفس الاسامي مبترش تعملها واحدة واحدة لو انتش اغربت في حاجة كنت انا برمجتها على الدينامو بتاع الموضوع ده بسهولة بابدأ اعمل لود كالكوليشن بعمل حسابات بتاعت الزونات والسبيس اللي موجودة بابدأ بعد كده اعمل سايزنج الحاجات بابدأ احط مثلا المكناة بتاعتي عايز اوصلها بالير ترمينال فبحط الير ترمينال في الغرفة بشوف فيها محتاج كم اير ترمينال بشوفها اوصل بينهم ازاي ممكن تعملها اوتوماتيك او تعملها مانوال ما فيش مشكلة في الاتنين وتبدأ تعمل حسابات ممكن تعملها برضو بمانوال تعمل حسابات مانوال او تعملها باي برنامج وبعد كده دخلها او ممكن تستعين بالبرنامج اللي تشغل عليه تقريبا اغلب برامج البيم امي اي بي فيها ازاي تحسب حاجات دي تلقائي بعد كده احنا خلصنا الاسكماتيك لو خلنا موفق بندخل في مرحلة التيلتزاين مرحلة التيلتزاين في حاجات اصلا لازم تبقى عمدي في الامي اي بي من اول مرحلة اللي هي جريد ليبل دول اساسيين لازم ياخدهم في اي مشروع في ساعات بيحتاج ان انا اخد الكولوم في بعض المرحلة المشاريع ساعات ممكن بيحتاج ان انا اخد الول اوبنينج الافلور اوبنينج الار ترمينال واللايتينج فاكتشار والبرامج فاكتشار كل القسم بيبدأ اشوف الحاجات الخاصة بيه لو المعمار اوخدها ببدأ اصحاب عندي وازبطها وتأكد ان ما فيهاش مشكلة وبعد كده بلغي الكوب منوتور التي بقى موجودة عندنا وهو يلغي اللي عنده ويسحب الشغل بتاعه ببتاعي انا لينك يعني لو انا شغل صحي وصحبت البرامج فاكتشار عندي وتأكدنا ان هو شغل سليم ممكن انا اروح اي له لا واقف النسخ وعايز ان الحاجات يتيبها عندنا وهو يلغي من عنده ويسحبها من عند تاني لان انا ممكن اكون باعدل شوية التعدلات التانية هو عايز ايه باستفاد منه وكمان ببدأ اضبط اللوحة بتاعتي كل دور ببدأ اضبطها اخلص الشغل كله لو فيه اي معلومة عايز اتبعتها لمعماري ببقول مثلا انا عايز فتحات هنا عايز حاجات تتضبط هنا بعد قد بكده بحاول اطلع اللوحة تودي زي الاوتوكاد او احسن اي برنامج ممكن تتضبط فيه لحد ما فعلا يطلعك نفس الشكل اللي اندي عايزه ببدأ احط بقى الحاجات دي في قلب الشيتات كده كده الريبورت او السكادولات جاهزة اول ما بتدع من اي تعديلات هي بتظهر على اوتوماتيك في السكادولات بتاعتها فهمش هتبذل جهد ان شاء الله في موضوع السكادولات بتبدأ بقى تشوف ايه الحاجة اللي نقصها ايه الحاجة اللي انت بتعود ان انت تطلعها ممكن مثلا فيه ريبورت معين هيطلع مع اللوحة لو في اي حاجة انت محتاجها عساس ان تطلع تنضر سمميشن دروينج اند موديل تبدأ تجهزها عساس ايه تطلع كله باكش مرة واحدة ممكن تحتاج ان انت تعمل كذا فيو تقرروا عن اساس ان انت مثلا فيه فيو هتعملوا مثلا للدرين واحد للووتر واحد للفاير بتبدأ تزبط الفيوب بتاعتك لو فيه مثلا فيوت كبير هتبدأ تقسمه فبتعمل السكوب بوكس وبعد كان بنبدأ بحيث ان هو ينسب كل فيو متقطع للسكوب بوكس بتاعه وبعد كان بنبدأ نعمل كحل الكلاشات كل حاجة مع نفسها يعني مثلا التكييف مع نفسه اي سي و بي اي البلومنج مع نفسه القهربة مع نفسه بعد كده بعمل مع الانشائي اتأكد ان فيش حاجة خبطة في الانشائي بعد كده بنبدأ بقى يعني ببدأ شو بقى القهربة مع البلومنج مع التكييف ببدأ حل الكلاشات كلها بحيث ان المبنى يطلع بدون اي مشاكل خالص من حالة من الكلاشات مرة كل سبوع مثلا او حسب ما ممكن يكون واحد فاضي خالص مخصص لموضوع كلاشات يعملها كل يوم ويقول لك كل واحد انت بفروض تحرك لا ده بفروض هو اللي يحرك ده نظرة سريعة لكيفية التعامل مع جميع الاقسام سواء مع ماري او انشاي او كهروميكانيكل نبزة مختصرة بحيث بس ان نزبط الشغل البيم على الحاجة اللي هم تعودين عليها قبل كده بسواء كده او او اي برنامج تاني او ورق هي هالفكرة واحدة اه اتمنى ان الوضوع يكون سهل وبسيط لو في اي مشاكل اللي بعتلي وان شاء الله نعمل فيديو لحل اي مشكلة كانت موجودة واسف انو عندي برد كده فستط ممكن كشو